اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وكان من جو مصر او من خارج مصر عربي او اجنبي انه فورا يتوجه للاستثمار في مصر وخاصة ان الرؤية السياسية اللي موجودة حاليا والثقة اللي بتديها في وجود المستثمر كفيدة بوجود استثمارات عالية في مصر في المرحلة القادمة ان شاء الله المهم يبقى فيه مشاريع لها دراسات جدوى جاهزة للتنفيذ عشان نستعجل في عجلة الاقتصاد المصري بإذن الله ان شاء الله اخيرا رسالة يوجهها سيد محمد الامين لرجال الاعمال مصر بخير وهتفضل بخير الرؤية السياسية الموجودة حاليا بتقول لكل رجال اعمال مصر مصر مفتيح عليكم انتوا اولى من اي مستثمر اخر مع احترامي لكل المستثمرين العرب والاجانب مصر بلدكم محتاجاكم وهتديكم على قد ما هتدوها اشكرك ترجمة نانسي قنقر